الاتحاد المصري لكرة القدم زي ما قلتلكم من بدري أعد مذكرة رسمية لطلب تنظيم كأس الأمم الأفريقية علشان يواجه مع الاتحاد الأفريقي هذا المأذق بعد سحب البطولة من الكاميرون لعدم جديتها في إتمام منشآت كأس الأمم عارفين حضراتكم مصر مش جديدة على تنظيم كأس الأمم بل أن هي كانت صاحبة فكرة نشأة الاتحاد الأفريقي وراعية لنشأة الاتحاد الأفريقي ولبطولة الأمم الأفريقية اللي لما أقيمت في نهاية الخمسينات أقيمت على وهج النضال المصري الأفريقي في دعم حركات التحرر الأفريقية ودي كانت فكرة نشأة الاتحاد الأفريقي أنك تقدر تدعم حركات النضال الوطني في القرى السمراء وبالتالي من مصر الخمسينات والنضال في أفريقيا أو بلم الشمل الأفريقي كانت فكرة تأسيس بطولة الأمم الأفريقية على هذا النهج فأقيمت البطولة 57 في أثيوبيا 59 مصر استضافت هذه البطولة 74 أيضا نظمتها مصر 86 أقيمت أيضا في القاهرة وآخر تنظيم لنا كان في 2006 يعني عندنا خبرات في هذه البطولة كبيرة جدا عندنا من الإمكانات ما يشجع ويساعد الاتحاد الأفريقي على أنه يهتم بالملف المصري أنت محتاج فنادق موجودة محتاج ملاعب موجودة محتاج مستشفيات محتاج طرق محتاج شركات للتسويق أعتقد كل الإمكانات متاحة وده اللي خلى حتى شركة بريزنتيشن الرعى الرسمي للكرة المصرية ورعى اتحاد الكرة مبارح على لسان رئيسها الأستاذ محمد كامل بيرحب بإمكانية تنظيم مصر لهذه البطولة وبيأكد على استعدادات الشركة بواجه كامل أو بشكل كامل لاستضافة كأس الأمم الأفريقية رغم ضيق الوقت لكن كل البناء التحتية اللي مطلوبة في البطولة متوفرة في مصر البطولة حسب تحديدات الاتحاد الأفريق أنتم عارفين أنه تم زيادة عدد الدول المشاركة في كاس الأمم الأفريقية إلى 24 دولة فبالتالي هي بتقام من خلال ست مجموعات فالتصور المصري في حسب الملف اللي هتتقدم به مصر هتقام البطولة على ملأ في القاهرة يبقى فيه أربع مجموعات منهم في استاد القاهرة واستاد الكلية الحربية واستاد السلام واستاد الدفاع الجوي في القاهرة يبقى فيه أربع مجموعات في القاهرة وفي مجموعة في إسكندرية على أستاذ الإسكندرية وبرج العرب ومجموعة على خط القناة ما بين الإسماعيلية والسويس البطولة هتكون أكبر تجمع زي ما قلت لكم لأنه شاهدت كمان ارتفاع كبير في عدد المشاركات بدأت بأربع دول فقط أو تلت دول ثم أربعة ثم تمانية ثم اتناشر ثم ستاشر وآخيرا الزيادة إلى أربعة وعشرين منتخب النهاردة كان في مشاورات كتيرة قبل الإعلان عن الموقف الرسمي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان من مبارح قال أننا جاهزين إذا ما رأى الاتحاد الكرة المصري إمكانية التقدم بطلب فالدولة المصرية جاهزة ومرحبة بالاستضافة بعد مشاورات كتيرة النهاردة جارت في شرم الشيخ من خلال حضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي بطولة الكرة الشاطئية التي كانت تستضيفها مصر في شرم الشيخ التك تنفيذية بالفيفا ورئيس الاتحاد المصري جارت مفاوضات كتيرة حوالين إمكانية تقدم مصر بهذا الطلب ومدى إمكانية دعم أسرة الكاف للطلب المصري في حال التقدم به لما استقر الأمر تماما أمام المهندس هاني أبو ريدا لإمكانية حصول مصر على هذه الفرصة تم الإعلان رسميا على تقدم مصر برغبتها أو بطلب الاستضافة ده حيعود على مصر بإيه؟ مؤكد أن فيه فوايط كتيرة جدا زي ما مؤكد أن فيه عوائق وصعوبات كتيرة وده اللي حنقشها مع الدكتور طارق الأدور باستفادة كبيرة لأنه السؤال الكبير اللي طرح نفسه أنت حتنظم بطولة الأمم الأفريقية فيما بين يونيو ويوليو شهر ستة وشهر سبعة طب الدوري هتعمل إيه فيه؟ هذه الملاعب هل عندنا وفرة من الملاعب تخلينا ما نقفلش الاستادات اللي انت هتحتاجها في الدوري لغاية الفترة اللي جاية؟ هل ده متاح بشكل كافي؟ ولا تنظيم مصر للبطولة ممكن يهدد الموسم المحلي خاصة أنه موسم محطوط على أكتر من محاك صعب يكفي أن أنا أقول لحضراتكم ودي القضية اللي حنقشها مع الدكتور تاري الأدور أيضا الموسم المحلي بتاعنا أو الموسم الأفريقي الموسم القري بطولات الأندية هتخلص واحد يونيو واحد يونيو واحد ستة نهائي دوري أبطال أفريقي والكونفادرالية هتكون خلصت شوفوا الفترة مضغوطة إزاي؟ كله قبل كاسر الأمم الموسم القري الجديد لبطولات الأندية تبدأ في أغسطس لما هتبدأ الموسم بطولات الأندية للسنة الجاية مش الحالية في شهر أغسطس هنكون لسه الموسم المحلي المصري مخلصش طب مين اللي حيمس المصر في الموسم القر اللي جاي؟ يعني احنا عارفين أن الموسم اللي شغال دلوقتي واللي هتبدأ أقوله مبارياته بكرة الأهلي والإسماعيل في دوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفادرالية ده الموسم السنة دي طب أنت السنة الجاية هتعمل إيه؟ في شهر أغسطس عليك أن أنت تبدأ الموسم القر الجديد للأندية هيكون الدوري والكاس في مصر لسه ما انتهوش وبالتالي مين اللي حيمس المصر في الموسم القر الجديد؟ ده سؤال صعب حتى الآن الاتحاد المصر لكرة القدم ومسؤولون مش لقيين إجابة عليه بيقولوا أن احنا ممكن ناخد استثناء من الاتحاد الأفريقي استثناء على أي أساس ما أنت المفترض لما البطولة تبدأ في شهر أغسطس يعني بالكتير أو الجداول والأرعة تكونت عملت في شهر سبعة أنت هتكون في عز الموسم المحلي الحالي فبالتالي المسألة محتاجة فك اشتباك بين كل هذه الموعيد هنشوف تصورات طريق الأدور لها إيه؟ وإمكانية تهديد الموسم المحلي في مصر أو إذا كان الاتحاد المصري بحسب تأكدات مسؤولية مش حيلاقي صعوبة في أنه ينظم كاس الأمم ويحافظ على الموسم المحلي أنه يكتمل حتى النهاية إيه اللي هيحصل؟ هنقش ده باستفادة النهاردة إن شاء الله شكرا